أهلا وسهلا بكم هذا الجمال وهذا النبات المزخرف والمزركش الألوان قد يبدو لكم سليما وبدون مشاكل لكن في الواقع هناك مشكلة كبيرة سببها حشرة صغيرة دعونا أصدقائي نقترب أكثر من نبتة السجادة ونراقب أوراقها وهذه نصيحة أنصحكم بها وبشدة لابد أن تراقب أوراق نبتتك بالسمرار وبالأخص أسفل الورقة فإذا لاحظت ثقوبا مثل هذه على الأوراق فأعلم مباشرة أن السبب هو الدودة الخضراء الدودة الخضراء أصدقائي لا تظهر على سطح الورقة لذلك عند قلبها وفحص أسفل الورقة ستجدها لنقلب الورقة ونرى كما تشاهدون هذه هي الدودة الخضراء وسأعطيكم ثلاثة طرق لتخلص منها قبل ذلك يجب أن تعلم أن دودة ورق القدن تتغذى على السطح السفلي للورقة وتحدث ثقوبا وعند إهمالها تلتوي الأوراق وتظهر عليها بقع بنية وبعدها تتساقط ويدبل النبات بشكل كامل أما أصدقائي أما في الحقول ورغم أنها حشرة صغيرة إلا أنها تؤدي لخسائر جد كبيرة في المحاصل إذن أول طريقة هي تخلص منها باليد وأعرف أن هذا قد يبدو مقزز للكثيرين لكن الحفاظ على نبتتنا أمر مهم ثاني حل هو أن رش مطحون أو دقيق الضرة الصفراء على أوراق النبتة المصابة ثالثا استخدام مبيد كيميائي مادته الفعالة الهيكسافليميرون الميتوميل لوفي نيرون إذن هذه أصدقائي أحد أو إحدى ثلاث مواد فعالة قادرة على التخلص من هذه الحشرة حشرة خطيرة تصيب القطن والطماطم والفلفل ومحاصيل عديدة وبما أننا نتحدث عن السجادة فأعيد التذكير بخطوة جد مهمة للحفاظ على صحة نبات السجادة وهي إزالة هذا الشمراخ الزهري بمجرد دخوره لأنه يسبب مشاكل كبيرة لنبات السجادة بحيث نافذ الأوراق على الغذاء لذلك تخلص منه فورا هل أنت قادر على مسك دودة ورقة القطن بيدك أم لا أكتب في تعليق نعم أم لا حلقة قصيرة أتمنى أن تكون مفيدة للجميع وإلى اللقاء